للتحسيس بأهمية تنمية الطفولة المبكرة وتعميم الوعي تجاه هذه القضية انعقد بمدينة جرادة لقاء حضره عدد من الفاعلين في إطار الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية مواصلة تعبئة والتزام مختلف الأطراف المعنية من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال الصاعدة بالإقليم عملية إقليم جرادة قطعت أشواط كبيرة في هذا المجال وذلك من خلال الاستثمار في مجال صحة الأم والطفل من خلال خلق دور الأمومة وكذلك تجهيز المراكز الصحية بالأجهزة الضرورية متعلقة بالحمل والولادة وكذلك خلق وحدات للتعليم الأولي خلال اللقاء المنعقد تحت شعار بناء مستقبل أبنائنا يبدأ من الطفولة أشار المتدخلون إلى التأثير الإيجابي لجهود الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة وفي خفض التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والترابية في المجالين الحضري والقراوي